ألو معنات صالي يا جماعة ألو عليكم السلام معاك الكريمة من الله أهلاً وسهلاً فضلي أختي كريمة لو سمحت يا ماضي الحلم ده بيجي تكرر معاك كده أنا خمس ست سنين كده يعني تمام كنت أحلم السماء دي بك موقر وكده كده في آيات فرقانية أه حلم وبعد كده وحث لما أقول أصلاً أقول أصلاً نهار ده مولد النبي نهار ده سيدنا محمق يعني وكده أرحب أن أنا ورد السماء وكده بلساء آيات كرآنية طيب أنت مش فاكرة الآيات كرآنية اللي كانت بتقرأ عند نزول المطر عليك يا كريمة لا بس كده حلمت أن أنا يعني أفو أعوذ بالله من قلت أنا وأمي وحمعت كنا جاعدين يعني الزبايف صالة حلمت في الصحب كده ونزلوا أرد علينا برح حلوة قلت ليه يا راح أقول لي ليه ورد ده أنا أزيل قلت لهم أصلا أنه نهار ده مولد سيدنا محمد عناية عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم يعني أنت شوفت حاجة نازلة عليك زي إيه تانية غير المطر بتقولي ورد ورد ما شاء الله أه أه أنت مامتك وحمتك عايشين صح أه تمام مفيش مشكلة ده خير إن شاء الله خير يا كريمة هي بشارة بحاجة حلوة لأن الورد في المنام يا كريمة حاضر أفسر لك من عناية الورد في المنام معناه معناه المحبة معناه حاجة جميلة أنت شوفت الورد في الطبيعي بيبقى عامل إزاي الرحة الحلوة والملمس الناعم واللون الجميل اللي بيبهر العيون فأنت بالتالي اللي بقى تشوفي ورد نازل عليك من السماء دي بشارة بخير والمطر عموما هو برضو بشارة بهداية وبرزق لأن المية في الرؤية وخصوصا لو نازلة كده جميلة وصفية وزي ما بتقولي نازل معاها كمان ورد بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله لقوة إلا بالله إن شاء الله جايلك من عند ربنا خير كتير وحماتك ومك إن شاء الله هم أدعيلك ده دعاهم فأنت إن شاء الله أبشري أنت رضيهم بس وإن شاء الله هيجيلك البشارة دي كلها كلها خير من عند ربنا جايلك هداية وجايلك رزق وجايلك محبة وجايلك إن شاء الله صحة وعافية من عند ربنا إن شاء الله إن شاء الله قولي يا رب أمين